في تقرير للقسم العسكري لموقع درايفا الأمريكي قال فيها أصدرت البحرية الأمريكية وسلاح مشات البحرية وخفر سواحل وثيقة استراتيجية جديدة شاملة لفروع الجيش الثلاثة حول كيفية تخطيطهم لإبراز القوة الأمريكية معا للمضي قدما لمواجهة التحديات المتصاعدة من الخصوم المكافئين وتركز الوثيقة بشكل كبير على الكيفية التي تتوقع فروع الجيش الثلاثة القتال بها في عالي البحار والمناطق الساحلية ومع ذلك هناك أيضا نقاش أساسي مهم للغاية حول تبني نهج أكثر حزما للاستجابة للتحديات اليومية قاصة من الصين وبدرجة أقل روسيا من بين الخصوم المحتملين الآخرين وإلى درجة أقل من قيام الحرب الفعلية وقد كشفت الخدمات الثلاث عن استراتيجيتها الجديدة المتكاملة بعنوان الميزة في البحر سيادة مع القوة البحرية المتكاملة لجميع المجالات وتتضمن الوثيقة مناقشات حول عدد من مفاهيم العمليات التي ناقشتها الخدمات الثلاثية بصراحة مثل تركيز بشكل أكبر على العمليات الموزعة التي تستفيد من سلاح موشات البحرية المعاد تنظيمه بشكل كبير على مدن سفن حربية برمائية أصغر وزيادة استخدام الطائرات غير المأهولة والمنصات البحرية وأجهزة الاستشعار الموزعة وشبكات الاتصالات وهناك أيضا تركيز متجدد على القتال من أجل السيطرة على البحر في ضوء المخاوف المتزايدة بشأن معركة بحرية مستقبلية عالية المستوى مع خصم رئيسي مثل الصين أو روسيا وبحسب ما ورد في الوثيقة فإن التطورات التكنولوجية الهامة والتحديث العسكري العدواني من منافسي الولايات المتحدة يقوض مزاياها العسكرية ويضعف من هيبتها وأن انتشار الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى يعني أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على افتراض الوصول غير المقيد إلى محيطات العالم في أوقات النزاع فأتنص الوثيقة أنه يجب على القوات المتكاملة من سلاح البحرية وسلاح موشات البحرية وخفر السواحل الحفاظ على عزم واضح على التنافس مع خصوم الولايات المتحدة ورتعهم وإذا لزم الأمر هزيمتهم بينما تقوم القوات بتسريع تطوير قوة بحرية حديثة ومتكاملة لجميع المجرات من أجل المستقبل وتعتبر الوثيقة واضحة المعالم في تحديد الطلب على الخدمة البحرية الأمريكية المعرفة هناك على أن البحرية وسلاح موشات البحرية وخفر السواحل ليتكون مسلحة بشكل صحيح ومجهزة بطريقة مختلفة لردع الخصوم والبدء بالحرب إذا ما لازم الأمر وفي الوقت نفسه تسلط الوثيقة الضوء على كيف يمكن أن تتوقع هذه الخدمات العسكرية أن تتعرض لعدوان أكبر واحتكاكات جيوسياسية أخرى قد لا ترقى إلى مستوى الصراع الفعلية ومع ذلك سوف تحتاج إلى ثنئها وخلال السنوات القليلة الماضية فقط تنقلت المصادر العسكرية ارتفاعا ملحوظا في الاحتكاكات المبلغ عنها خلال المواجهات العدوانية بين السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية والنظيراتها الصينية والروسية والتهمة صين أيضا باستهداف الطائرات العسكرية الأمريكية وكذلك طائرات حلفائها وشركائها في منطقة المحيط الهدى وكذلك القن الأفريقي بأسلحات الليزر والتشويش على الحرب الإلكترونية وأجمات غير فتاكة والتي مع ذلك تقدم مخاطر حقيقية جدا وبالإضافة إلى ذلك يتحدى جيش الصيني وكذلك القوات البحرية صينية الشبه العسكرية عن مصالح التجارية الأجنبية بشكل متزايد وبقوة في كثير من الحالات في المناطق التي تدعي الحكومة في بكين أنها أراضيها سيادية بما في ذلك الجزء الأكبر من بحر الصيني الجنوبية وغالبا ما تؤثر هذه الحوادث على المقيمين في دول الحلفاء والشركاء الأمريكيين وقد ثارت توبيخا من حكومة الولايات المتحدة في مناسبات متعددة وفي وقت سابق من العام 2020 أرسلت البحرية الأمريكية سفنا حربية لمراقبة ما قالت أنها أنشطة قصرية صينية بالقرب من مكان كانت تعمل فيه سفينة حفر تابعة للحكومة الماليزية في بحر الصيني الجنوبية مما يؤكد كيف أن القوات البحرية الأمريكية قد تجد نفسها تنجذب أكثر وأكثر مباشرة إلى هذه الأنواع من النزاعات في المستقبل أيضا وقد تم تخصيص أقل من صفحتين كاملتين من الوثيقة على وجه التحديد إلى المنافسة اليومية ولكن المقدمة إلى القسم الأكبر حول نشر القوات البحرية تضمن الذكر لواحدة من أهمها التغييرات المحتملة في وضع القوة عبر الخدمات الثلاثة الموجودة في أي مكان في الوثيقة وأن القوات البحرية الجاهزة والمنتشرة في الأمام ستقبل المخاطر التكتيكية المحسوبة وتتبنى موقفا أكثر حزما في العمليات اليومية وليس من الواضح تماما كيف ستظهر هذه السياسة في الممارسة العملية ولكن الدلالة الواضحة هي أن البحرية وكذلك قوات مشات البحرية وخفر السواحل يستعدون لاتخاذ موقف أكثر تحديا عندما تحاول سفينة أخرى ترده من الطريقة أو تلاحقهم قوات الخصم بطريقة ما من خلال نوع من العمل مثل الإضاءة بالليزر وهذا أقل من مجرد تهديد صريح ومع وضع ذلك في الاعتبار تنص وثيقة الاستراتيجية البحرية الجديدة أيضا على تجهيز الأصول المتشرة مع قدرات القوات الوسيطة IFC وتضمينها في مستندات المتطلبات للمنصات المستقبلية المناسبة مما يزيد من تعريف IFC على أنها أسلحة قابلة للتطوير يمكنها أحداث تأثير أقل من القوة الفتاكة وتستخدم هذه الخدمات الثلاث بالفعل مزيجا من القدرات غير الفتاكة بما في ذلك الإضاءة بالليزر وأجهزة الاتصال الصوتي والتي يمكن أيضا استخدام الأخيرة منها لبث ضوضاء عالية مؤلمة كما أن البحرية في خضم مسعى كبير لدمج أنواع مختلفة من أسلحة الطاقة الموجهة عبر أساطيرها وبعضها مصمم لإنتاج تأثيرات غير فتاكة على الأقل جزئيا وتجدر الإشارة إلى أن هذا التغيير في الموقف من المحتمل أن يؤثر على كيفية تفاعل البحرية مع المناوشات مع الخصوم الأصغر مثل إيران أو كوريا الشمالية أيضا وقد قام سربون من الزوارق الإيرانية الصغيرة بالتحرش بشكل ملحوظ بمجموعات من سفن البحرية وخفر السواحل في الخليج العربي في وقت سابق من عام 2020 مما دفع الرئيس الأمريكي إلى التهديد باستجابة البحرية بقوهة مميتة في الإصطدامات المستقبلية ولكن بالطبع لم تقم الولايات المتحدة بذلك وفي ذلك الوقت لم يكن هناك ما يشير إلى أن قواعد الاشتباك لأي من الخدمتين قد تغيرت كل ذلك مهم لأنه يثير أسئلة حول كيفية أخذ حساب المخاطر في الاعتبار واحتمالية حدوث تصعيد أكبر نتيجة لهذه الردود والتهديدات الحازمة بالمقارنة مع صراع كبير مع خصم مكافئ والذي سيكون ذا تأثير كبير إذا كان حدثا منخفض الاحتمال كما توضح الوثيقة فأن هذه الأنواع من الاحتكاكات الأقل تأثيرا أصبحت روتينية بشكل متزهيد هنا يضع برنامج الميزة للقوة الأمريكية في البحر استراتيجية للعمليات خارج الصراع والتي من المرجح أن تؤدي إلى المزيد من هذا النوع من الاحتكاكة مع مرور الوقت أيضا